قطوف دانية تملأ أرجاء هذه الأرض بكميات وافرة من العنب بشهده ومذاقه المميز أبو حيدر يصحو باكرا لقطف محصوله بهمة ونشاط ويترقب ما سيأتيه من خير أرضه وهو يقص بحضر عنقيد العنب الناضجة بغية بيعها في أسواق غزة الموسم الآن نحن نستنى من العام للعام وهذا مصدر رزقنا وعينا وكل موصوف لكل غزة غالبية حقول العنب المميزة في غزة تتواجد في منطقة الشيخ عجلين التي أصبحت مقصدا للعديد من التجار والزباء ويشكل موسم العنب مصدر رزق للمزارعين والعمال الذين ينتظرونه بفارغ الصبر عنب الشيخ عجلين يختلف عن هذه منطقة في قطاع غزة هذا عنه يعني بسموه الدهب الأصفر في قطاع غزة يعني بالجواهر انت شايف كيف بضاعة صلاة النبي عليها موسم العنب يعتبر مصدر رزق للكثير من أرباب العائلات حيث ينتظرونه على أحر من الجمرة لتلبية احتياجات أسرهم خاصة في ظل الفقر وارتفاع نسب البطالة ويحظى موسم قطف العنب في غزة باهتمام كبير حيث يقبلون على شرائه بكثافة خلال أيامه كما تنتشر البسطات التي تبيع المحصول في مكان يعرفه بسوق العنب على كورنيش بحر غزة العنب اللي عنا معروف أفضل العنب اللي هو العنب القريشي والعنب الدبوغي طبعا الناس بيجوا عليه من الشمال للجنوب حتى يتراوضوا يشتروا هذه الفاكهة هذا الرصيف يكتضوا ببائعي العنب وما أن يمر أحد المرة حتى يبدأ البائعون بمغازلة العنب مقدمين الإغراءة لشرائه لقنوات أبو ضبي وليد عبد الرحمن غزة